بسم الله فيديو جديد من قناة بنسيست البيت لو اول برة تشاهدوا القناة ما تنسوش تضغطوا على كلمة اشتراك او سبسكرايبز الجنب اسمه القناة تفعلوا زر الجرس عشان يقول كل جديد من الفيديوهات من اساسيات الصفرة في رمضان وطبعا بنزهق منه عشان الحاجات التقليدية والحشوات التقليدية دي ففي الفيديو ده هتعرفي حشوة غير مختلفة جدا ومغزية وحلوة وكمان اقتصادية لاني بنص كيلو لحمة ممكن تعملي لفتين جلش فتملي الصفرة عندك وتنفعك في العزومات الكبيرة لاني وكمان في الطعم والشكل وكل حاجة هتشرفك قدام ديوفك كمان ما ارمشها وهشة جدا من جوة الطعم غير على فكرة مش تقيلة يعني مش تقيلة في الطعم وخفيفة واتنسوش تجربوا الوصفة واتكتبوا ليه في الكومنتات عندي بصل عادة بصل لما بعصتك اللحمة لازم يتفرم في الكبة ما يتخرطش عشان ما بيبقاش لطيف يعني ده نص كيلو بصل بحط نص كيلو بصل على نص كيلو لحمة مش عشان حاجة بس بجد جد البصل بيفق كتير ان هو بيخلي الحاجة مسكرة قوي حطيت ملح بعد ما يعني اخذت شوي حاجة ده وحطيت فلفل اصمر وبهرات البهرات دي هنزلها لكم في صندوق الوصف انا عملها مع فيديو حلو جدا لعمة البهرات آآ حلوة قوي بتغنيك عن اي حاجة متحطيش بقى لان فيها جنزبيل فيها آآ ارفة فيها حبهان فيها كل حاجة بتدي نكيهات حلوة قوي للحمة آآ طبعا الناس اللي عندي آآ عارفين مقابل كده في الفيديوهات بستخدم اللحمة تكون فكة نص فكة وما حط يعني نص فكة كده وما حطهاش آآ فمية او حاجة عشان الدم بتاحها تكون محتفظة بيه لان هو ده الفيتامينز آآ في الدم مع متن في اللحمة الحمراء آآ بي الحاجة اللي بعمل بيها اللي هي المعلقة هفتتها ما سبهاش كلها كده مرة واحدة عشان آآ شاكوت لوحدة الجديد بقى هي ده الاضافة دي عندي جزر مبشور فلفل الوان آآ اغدر واحمر واصفر آآ باي كمية انت عايزها انا هنا عملت بزراية آآ متوسطة ونص فلفلاية آآ صفرة وحمراء لانه كانوا كبيرة لو صغيرة يبقى فلفلاية وفلفلاية وفلفلتين آآ خضرة او فلفلاية كبيرة خضرة آآ لو حابة بقت زودة الكمية دي زودية آآ حطتها آآ بعد الفلفل يدبل اوي آآ كمان ممكن في اللحظة دي لما تطفي عليها تروح يمزودة ساتون وتزودي آآ لما تبرد شوية تزودي جبنة اي جبنة اي نوع جبن رومي آآ شدر آآ برمزان آآ للناس اللي بتحب المتزاريلا ايا كان تبقى برضو طعمها جامل جدا بس خلي بالك من ملح عشان هي بتبقى كون مملحة الجلاش آآ ياريت جبين بتاع القطايف والقنافة والحاجات دي بلاش اللي هو المعلب لان معلب مش حلو وبيكون ورقته خفيفة اوي آآ انا هنا هعمل كل كل رول على الاربع ورقات ممكن تعملي آآ على تلات ورقات يعني من تلاقي تلاتة او اربعة ممكن تبقى ورقتين بس ورقتين ده هيبقى خفيفة اوي آآ وخمس ورقات هيبقى كتير فانت يخليك فرنجة من تلاتة الاربعة ما بين كل طبعا 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 لازم تااا تستخدم مادة دهنية فانا مش هقول لك مادة دهنية زيت سمنة زبدة ايا كان لان هي دي بتكون آآ يعني على حسب رغبتك آآ بجيب صانية على قدها آآ واروح حط الرول فيها على قد الرول وعلى فكرة الوصفة دي لو عندك آآ قطع آآ جلاش مش اللي هي واحدة كاملة بس لازم طبعا تكون يعني اول واحدة تكون سليمة بعد كده ممكن لو حاجة تقطعت منك بس متكونش فتفيد طبعا الفتفيد دي هتترمي لكن هي مسلا نص واحدة ربع واحدة بتحط يوم وترويح حط أي المادة الدهنية بتاعتك طبعا دول هيترموا وآآ فتنفعك اقتصادية في كل حاجة يعني مش هنرمي حاجة ومفيش حاجة هنحط الرول لنفس السمك بتاعه على حسبك انتي في آآ ناس هتزود الحشوة فالرول هيبقى كبير في اللي هيقل الحشوة فالرول هيبقى صغير آآ آآ انا كده خلصت آآ انا الصراحة عملت آآ لفة واحدة بس ما عملتش لفتين بقى اللحمة عملها في حاجة تانية احنا عالم اقتصادية ومفيش حاجة بتآآ بتفوت علينا آآ هقطع لازم تقطعي طبعا الأعر الصينية حطيت في مادة دهنية وعلى وش وما بتقطريش قوي وما بتحطيش مسلا سامنة لو هتخط سامنة او زبدة بتقطريش قوي آآ لو اللحمة بتاعتك قيلة كله بيفرق ان الجلاش بتاعك ميبقاش تقيل خلاص آآ هقطعها طبعا على حسب ممكن تقطعها اللي هي الصغيرة اللي هي الصغيرة دي على قد البق كده على طول تبقى شكلها شيك قوي كده ومختلف يعني ده شكل الجلاش مختلف آآ هدخلها بقى هقطعها ودخلها في الصينية في الفرن آآ في القعر لمدة عشر دعين وروح ما اطلعها آآ عشر دعين هنا همسك نفسها واجيب كوباية شربة او كوباية لبن بس الاصلية بتاعتي تبقى شربة خلاص آآ آآ هروح آآ وعلى فكرة ما تخافوش التزبطات الملح وتزبطات اللي ان هي تبقى تقيلة وخفيفة آآ طبعا الشربة اللي استخدمها دي مش شربة تقيلة شربة خفيفة فمبقاش ده سمقاوي لاني قردي يعني لو فيه حتى الشربة بتاعتك فيه ده سامع على الوش بتاخديش منها خد اللي هي في القعوة آآ عشان ما تبقاش آآ اللي هي ده سمقاوي فتبقى الجلاش بتاعك يش مقزوا منه ديوفيك يعني آآ هروح آآ هي كوباية واحدة ما قدرش عن كده عشان ما تعجنش وروح دخلها داني هتاخد آآ لون من تحت هروح دخلها على آآ الراف شوية وروح آآ آآ فتح عليها الشوية تاخد اللون اللي انا عايزاه وآآ بعد كده طلحها وبالهنة والشفة سوش تجربوها اشتركوا في القناة